هذا ويأتي الاحتفال بيوم المهندس البحريني تقديراً للدور المحوري الذي يطلع به المهندسون في مختلف القطاعات من دور مهم في تعزيز النهضة التلموية الشاملة لمملكة البحرين وقتما تم الإعلان عن تحديد يوم الخامس عشر من أكتوبر من كل عام يوماً يفردوا للمهندس البحريني جاء الأمر ليشارع بشكل واف إلى عظيم الدور البارز الذي تقوم به الكفاءات البحرينية المتميزة في مختلف التخصصات الهندسية داخل أي عملية تنموية شاملة ممن أثبتت كفاءتها وقدرتها العالية في دراسة وتخطيط وتنفيذ مختلف المشاريع والمخططات الوطنية المتنوعة المهندس البحريني طاقة عملية نجحت في أن تصبح ركيزة أساسية في مؤشرات التنمية المستدامة التي تشهدها البحرين في عهد حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ولذلك فإن تخصيص يوم للاحتفال بالمهندس البحريني يأتي كرسالة تقدير وعرفان للدور الكبير الذي يقوم به المهندسون للارتقاء بالوطن وما يضمه من قطاعات تنموية حيوية باتوا فيها رقما صعبا في تطورها ونمائها عبر الدفع بعجلة التقدم بمملكة البحرين والمساهمة بخبراتهم في تأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ونموذجية تلبي الحاجة للنمو والتنوع الاقتصادي في أرض الخلود فالمهندس البحريني استطاع بدأبه واشتهاده أن يتسلح بخبرات واسعة وبمستوى مهني عال عبر مشاركته في مختلف البرامج التدريبية المتخصصة من أجل تعزيز قدرته في متنوع الأماكن الوظيفية التي يشغلها ملما بعديد البرامج التقنية المساعدة لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية مساعن حكومية تستمر بتوجهها في طرح البرامج والخطط الرامية لتطوير الميهن الهندسية والإنشائية والعمرانية وذلك تحقيقا لأهداف برنامج عمل الحكومة وبما يتوافق مع روية البحرين عشرين ثلاثين الداعي إلى أهمية فتح آفاق الرحبة من الاستثمار والفرص النوعية لتوظيف الشباب البحريني في هذا المجال الحيوي وذلك من شأنه أن يقود نحو النهوض بالقطاع الهندسي والمواصلة في مساندة المهندس البحريني ليقوم بمسؤوليته الوطنية في مسيرة التنمية الحضارية والعمرانية والصناعية التي تشهدها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر